قوات الاحتلال تعتج على طاقم قناة القاهرة الإخبارية خبر بقوله عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطاعة حية لما يحدث في قطاع غزة وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي اتجاه المواطنين بعد الصلاة وقامت بعض قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعج على طاقم قناة القاهرة الإخبارية تم منعهم من التصوير وتوسيق ما يحدث وظهر في الفيديو أنه بيقولهم اذهب وقامت مراسلة القاهرة الإخبارية بالنداء على المصور وقالت وتعالى يا نادة وتعالى وتم التحرك وترك المكان وظهر خلال البس انتشار القوات الاحتلال الإسرائيلي والخيالة وكان هناك إطلاق للقناة بالتجاه بعد الشباب الفلسطيني وقال الإعلامي أحمد الطاهري أن الاتصال انقطع مع معظم أدخم قطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة في قطاع غزة وقناة القاهرة الإخبارية منذ قليل وأوضح الطاهري خلال تقديمه برنامج كلام في السياسة ويورد عشاشة إكسرا نيوز أن الشركة تحمل سلطة الاحتلال مسؤولية أمنهم وسلامتهم كما نوه إلى الاعتداء على أدخم القاهرة الإخبارية في القدس